السلام عليكم يا شباب قبل كل شيء اضغط لايك الفيديو اذا ما كنتم اشترك في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس اليوم اجاب لكم كيفية حل مشكلة نسق نسخ لسق ما يشتغل على الايفون ورح بشرح لك كيف تنسخ النس كاملة دفعة واحدة مرة واحدة وكيف تسوي لسق وكل شيء خاص النسخ واللسق اوكي نروح للشرح اول شيء نفتح اي شيء مثلا اي مكان تريد تكتب رسالة اي شيء راح اكتب اي شيء اوكي راح اضغط على عندي نص من اول كتبتها اوكي نفتح هذا النص الحين مثلا تريد تحدد النص كاملة وتنسخها كيف الطريقة جدا سهل راح اصبعك بهذا الطريقة راح تحط لمدة ثانية ثانية راح يعطيك شوف ثانية ومباشرة راح يعطيك سيلكت عال يعني تحديد الكل لما تضغط على تحديد الكل راح يحدد اه كل النص وتضغط على كوبي ورح ينسخل من النص كاملة اوكي احين مثلا افرض اه 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 تريد تحدد اه جزء منها مثلا اه هذا الجزء اللي في الوسط تريد تريد تنسخها كيف الطريقة جدا سهل راح تضغط ضغطتين على النص يتريد تنسخها بهذا الطريقة راح يعطيك اه خيار يسار ويميد مكان المكان اللي تريد تحدده شوفوا بهذا الطريقة شوفوا راح تمسك هذا الدائر الازرق دائر الازرق ورح تحدد بهذا الطريقة بهذا الطريقة وتضغط على كوبي بهذا الطريقة عرفنا كيف يعني ضغط مطولة لمدة الثانية اوكي بهذا الطريقة راح يعطيك تضغط على كوبي تحدد اما اذا تريد تحدد جزء من النص تضغط عليه الضغطتين يعني ضغط مززوجة مباشرة راح يعطيك خيار يمين ويسار تحدد باليمين ويسار بهذا الطريقة تحدد الجزء اللي تريد تنسخها وتضغط على كوبي وبس بعد ما تنسخها تقدر تضغط عليه ضغطة يعني راح احذف هذا النص الحين حتى تلزق تسوي لصق اوكي مكان اي مكان تريد تسوي لصق تضغط عليه ضغطتين وتعطيك زر بوست اضغط على بوست راح يلزق النص اللي نسخته وبس طبعا اذا واجحت مشكلة نصق لصق في الايفون الشرح في الديسكريبشن ادخل الديسكريبشن هناك في شرح طريقة حل مشكلة اذا كان الزر نصق لصق ما يشتغل في الايفون في حل شرحتها في التدوين ادخل الديسكريبشن وحل المشكلة وبس يا شباب اذا عذاب اتجبك المقطع طبعا هذا اذا ما يشتغل في خيار لازم تعطله في الايفون شرحتها في الدسكريبشن وبس يا شباب اذا عذاب المقطع اضغط لاك لفيديو وتمكد ما اشتر فقنا اشتر فقنا وافع الزر جيب اسمح السلام